بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعي الأوفياء وصفتنا اليوم طاج البطاطة الحلوة بدون لحم صحي شهي ولديد وبطريقة جد مميزة نبدأ على بركة الله وصفتنا اليوم شهية وأساسها البطاطة الحلوة هذا هو شكلها كيفما ستلاحظوا أمامكم تيكون لون ديالة من الداخل برتقالي أو التي يكون صفر تتميز بالطعم ديالة الحلو وتتكون متواجدة في الأسواق في هذه الفترة قيمتها الغذائية جد عالية فنحاول نستفد منها بقدر الإمكان قشرتها وقطعتها بهذا السمك على شكل شرائح دائرية بسمك 1 سنتيمتر تقريبا استعملت 4 حبات من البطاطيس وغاد نرافقهم بجوج حبات من اللفت اللي قطعته بنفس الطريقة فالطعم ديالة يتناسب بشكل جيد مع البطاطة الحلوة غاد نمر الآن لتحضير الشرمولة أو التسبيلة غاد نحتاج القدر من زعفران فقط القليل لتنفركوا باليد باش نستخلصوا أكبر قدر ممكن من النكهة ونصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود البصار معلقة صغيرة من الملحون كلكم تعدلوا في الكمية ومعلقة صغيرة من الكركم الخرقوم معلقة صغيرة من الزنجبيل سكينجبير معلقة صغيرة من مصحوق الدارتين القرفة وغاد نحتفظ بالقليل غاد نضيفه فيما بعد وجوج الصوس ديالتوم مهروسة ناعما غام نضيف كذلك معلقة كبيرة من البقدونس المفروم فهالطاجين صحي ومن أرواع ما يكون وكأنه به اللحم غاد نضيف كذلك نص حب الطماطم أي نص ماطيشة متوسطة لحجم مقطعين المكعبات تتزيد تتعلق وتتقل المرق أي تتعطينا سمكة للمرق وغاد نضيف كذلك 80 مليلتر من الماء العادي لتتعادل ثلاث كوب أو نص كاس العنبة نخلطه تتبيلا جيدا أو شرمولة فهذا الوصفات سنصح بها الجميع باش نقصهم للإستهلاك اللحوم خاصة لدوي الحمية نضيف مقدار أربعة الماء الكبار من زيت الزيتون تعطينا وترفع من القيمة الغذائية للطاجين وبالفينة والأخرى سنقدم لكم أطباق شبيهة دون إغفال تعويض البروتينات الحيوانية بالبروتينات النباتية باش نحافظه على صحتنا جميع فتنصح الجميع بتناول البطاقة الحلوة فهي جيدة للجميع للحوامل وكذلك داوداء السكري فهي تتعادل نسبة السكر بدم الآن يتطاجين تكون توسطة طبقة الأولى من البصل عندي هنا ثلاثة الحبات من البصل قطعتها شرائح دائرية ورقيقة ونوضع طبقة أخرى من الطماطم عندي هنا ثلاثة الحبات للطماطم اللي قطعتهم من الشرائح ونسبة حبة الطماطم منها ثلاثة فسبق لي وقطعت المكعبات صغيرة بالنسبة للبطاطيس مع اللفت فنوضعهم بالشرمولة ونخلطهم مزيان حتى تلبسوا بهذه التطبيلة جيدا المالكة دي الوصفة اليوم هي البطاطة الحلوة الميزة ديالها متعدة تتحتوي على البطاطكاروتين بكترة أي جيدة للعيون وتتحتوي كذلك على الألياف والمعادين الفيطامينات خاصة الفيطامين ألف جيدة للأطفال تتساعد على النموذي لهم تتمدهم بالطاقة جيدة للحوامل لأن تتحمل جانين من التشوهات وتتعزز الجهاز المناعي تسوقنا من إصابة بالفيروس جيدة لصحة الدماغ وهناك العديد من المميزات سنوضع طبقة من البطاطيس الحلوة ومن بعد سنوضع طبقة أخرى من البصل سنحتفظ فقط بالقليل من البصل سنضيفه في الأخير ثم سنضيف طبقة من الطماطم المتبقية ثم سنضيف طبقة من البطاطيس الحلوة مع اللفت فمشي ضروري نقطعه ونصف الخضر بهذه الطريقة المهم هو اتباع خطوات الإعداد واحترامها كذلك المقادر والمكونات البصل اللي تبقى لنا سنضيفه من الفوق سنوضعه بشكل عشوائي تعطينا لبدة مميزة كذلك زبيب المتبقية المدعوم للفوق فهالطاجيس يجي من أروع ما يكون والشرمولة اللي تبقت لنا تنحاول نوضعها فوق كل الخضر نحاول نوضعها بشكل متناسق فوق كل قطع الخضر نستفد من كل الشرمولة ثم غادي نضيف مسحوق القرفة اللي تبقى لنا من قبل فهد اللمسة تتعطينا وتتزكي النكهة ديالها الطاجين بشكل مميز غادي نصد الطاجين ونتركه يطيب على نار مهيلة حتى نضج او من المفضل استعمال الفحم اي الفاخر فتتطلب مني حوالي ساعة الى ساعة ونصف ففي هاد المرحلة تنكد ما تنضيفوش الماء بتاتا تنكسافيو بالمراق اللي متواجد الان بالطاجين الطاجين البطاطة الحلوة الشهي واللذيذ جاهز بصحة وراحة الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش الاعجاب المشاركة والاشتراك مرحبا باستفساراتكم واقتراحاتكم دمتم لنا اوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة